مرحبا بكم يا اصدقائي اهلا وسهلا بكم في درس اللغه العربية للصف الثالث درسنا اليوم وموضوعه الاساسي هو الجذر سنبدأ بالسؤال للتفكير فكروا قليلا السؤال يقول من انا يسألكم ويقول انا مصدر واساس تثبيت جميع الاشجار في الارض فمن انا فكروا مهلتا من هو مصدر واساس تثبيت جميع الاشجار نحن نرى الاشجار من حولنا ما هو مصدر واساس تثبيت هذه الاشجار في الارض كيف من كيف تثبت هذه الاشجار في الارض من هو هذا المصدر فكروا قليلا هاي يوجد لديكم اجابه بعضكم اجابه او فكر تفكيرا صحيحا وبعضكم سنقول له حاول من جديد الجواب الصحيح هو الجذر ايضا من هو مصدر واساس تثبيت جميع الاشجار في الارض هو الجذر موضوع الدرس اليوم هو الجذر كما ذكرنا سابقا الان يوجد لدي بعض الاسئله ما هو الجذر اين نسمع كلمه الجذر ما بماذا نستعمل الجذر والسؤال الاهم وهو سؤال موضوعنا اليوم ما علاقه الجذر باللغه العربية درسنا اليوم باللغه العربية وما علاقه الجذر باللغه العربية لحظه اين نسمع كلمه الجذر كلمه الجذر نسمعها في درس العلوم عندما نتعلم عن النباتات عندما نتعلم عن الاشجار ونعرف ان الجذر هو امر مهم لجميع الاشجار وكما ذكرنا سابقا انه مصدر واساس لجميع النباتات الان فكروا دقيقه ما هي الكلمات التي تخطر في بالكم عندما تسمعون كلمه الجذر ما هي الافكار بماذا تفكرون عندما تسمعون كلمه الجذر فكروا بعدكم سيقول لي اساس كما ذكرنا سابقا انها اساس بعضكم سيقولوا لي هي بداية لانها بداية نمو الاشجار بعضكم سيقول هي الاصل الاصل هي الاساس اصل النباتات بعضكم سيقول انها مكون انها من احد مكونات الشجرة او انها اصل واساس تكوين الشجرة بعضكم سيقول انها مصدر اجل صحيح انها مصدر مصدر الشجرة بعضكم سيقولوا انها القوه لان الجذر هي قوه الشجرة بعضكم سيقول انه مركز او سيقول انه موطن لحظه يا اصدقائي كل هذه الاجابات عن الجذر كل هذه الكلمات تعطيني علاقه بالجذر الجواب الصحيح هو طبعا بالتأكيد جميع هذه الكلمات تعود الى الجذر او لها علاقه قوية بالجذر الى الان نعرف ان جذر الشجرة جذر الشجرة هو اصل جميع النباتات الذي يتشاعب في الارض وتتفرع منه الغصون انتبهوا لحظه هو اصل جميع النباتات يتشاعب في الارض وتتفرع منه غصون الشجرة انظروا الى الصوره انظروا الى الجذور انظروا الى الجذر القوي الذي تتفرع منه جميع الاخصان الى الاعلى ولكن تعاوا نفكر هيا نفكر معا ما علاقه الجذر باللغه العربية وجدنا وعرفنا ما هو الجذر وماذا نعني وبماذا نفكر عندما نسمع كلمه الجذر ولكن الى الان لم نعرف ما علاقه الجذر باللغه العربية تمانوا جيدا في الصوره هذه الصوره عباره عن رمز صغير فكروا دقيقه يوجد حروف بالقرب من الجذر يوجد جذور قويه والشجره تتفرع هل بحسب رأيكم هناك علاقه بين الجذر وبين الحروف اجل بالطبع الجذر هي الحروف الجذر كما قلنا هي الاساس وكما نعرف ان الحروف هي اساس اللغه العربية وفي هذا الاساس ومن هذا الاساس ومن هذا القوه من هذا المصدر الذي لدينا نستطيع تكوين جميع الكلمات باللغه العربية ومن الكلمات نكون جمل ومن الجمل نكون نص او قصه قصيره ان كانت او طويله الآن نعرف ان الجذر موجود في جميع الاسماء والافعال باللغه العربية جميع الكلمات جميع الاسماء جميع الافعال جميعها من مصدر معين من اساس معين ولأعطيكم معلومه كل فئه وكل مجموعه من الكلمات ان كانت اسماء او او افعالا لها علاقة بالجذر او لها اساس وجذر واحد معين هيا لنكمل الآن قلنا انه يوجد جذر يوجد اساس للكلمات كيف نستطيع ايجاد جذر واساس الكلمات كيف نستطيع ايجاد هذه العلاقة القويه بين الجذر وبين الكلمات ومع علاقه الجذر هذا وكيف اساسا نصل الى الجذر من الكلمات من من الاسماء ومن الافعال سنعرف معان كيف سنعرف لكي نستطيع الاجابه عن هذا السؤال بالتحديد حضرت لكم لعبه قصيره سنلعب معا لعبه ومن خلال هذه اللعبه سنبدأ بالتفكير وسنبدأ بالنجاح لايجاد جذر واساس للكلمات حيا نبدأ يا عزائي الان ساعرض لكم كلمات اقرأوا كل كلمه اقربت معا وساقرأها معكم الكلمة الاولى تكتبين مكتبة مكتب كاتب كتاب مكتوب كتبوا كتاب كتبت هيا نتمعان جيدا في هذه الكلمات نرى ان قصما منها هي افعال مثل تكتبين هو فعل كاتبوا هو فعل كتبت هو ايضا فعل ونرى قصما اخر هي اسماء مثل مكتب مكتبة كاتب كتاب مكتوب او كتاب هذه الكلمات جميعها مقصة لاسماء وافعال قرأوا وتمعنوا جيدا بهذه الكلمات الان انظروا ما هو المشترك من حيث الاحرف بين جميع هذه الكلمات نحن نتحدث عن الجذر نحن نتحدث عن الاساس وهي الاحرف انظروا الى هذه المجموعة ما هو المشترك من حيث الاحرف بين جميع هذه الكلمات هل نعيق قراءة الكلمات لنقرأ تكتبين مكتبة نكتب مكتوب كتبوا كتبت كتاب كتاب كاتب هل هناك احرف او امر مشترك من حيث الاحرف في جميع هذه الكلمات فكروا اذا ما هو المشترك لقد احضرت لكم لكي اساعدكم بعض الاجابات هل بحسب رأيكم تنوين الضم كان مشتركا هيا نرى تنوين الضم يوجد في مكتب مكتبة كتاب مكتوب كتاب ولا كاتب ايضا ولكن تكتبين كتبوا وكتبت لا يوجد تنوين ضم اذا جواب تنوين الضم هو جواب خاطئ هيا نرى الفتحة هل الفتحة موجودة في جميع الكلمات لنرى يوجد في كلمة مكتوب كتبوا مكتبة وكتبت ايضا كتبوا ولكن غير موجود في جميع الكلمات اذا هذا الجواب خاطئ حرف الالف لنعود لنقرر معا لا ارى في جميع الكلمات حرف الالف كاتب كتاب كتاب وغير هذا لا يوجد حرف الالف يوجد حرف الالف في الفعل كتبوا ولكن حرف الالف هنا كما نعرف انه يكتب ولا يرفض اذا ماذا بقي لدينا بقي لدينا الاحرف كاف تاء باء الاحرف هيا نعود ونقرر هل هذه الثلاث الاحرف كانت موجود هذه الكلمات هيا نرى تكتبين يوجد بها الحرف كاف الحرف تاء والحرف باء اجل مكتبة يوجد الحرف كاف تاء باء صحيح الكلمة كاتب يوجد الحرف كاف تاء باء صحيح ايضا مكتب كاف تاء باء كتاب كاف تاء باء مكتوب كاف تاء باء الى الان في جميع هذه الكلمات الثلاثة احرف هذه مشتركة ننظر الى الباقي كتبوا كاف تاء باء كتاب كاف تاء باء وكتبت كاف تا با ايضا اذا جوابنا الصحيح هو الاحرف كاف تا با لنختار الاجابه الصحيحه هيا نتاكد معا جميع هذه الاحرف كانت موجوده في جميع الكلمات كاف تا با وها هي موجوده امامكم باللون الاحمر في جميع هذه الكلمات كانت هذه الثلاثه احرف الاساسيه موجوده الان يوجد سؤال اخر لنتقل الى السؤال التالي هل بحسب رايكم كانت الاحرف كاف تا با مرتبه بنفس هذا الترتيب في جميع الكلمات هل كان الحرف كاف هو الاول هل كانت تا هو الثاني والحرف با هو الثالث هل في جميع هذه الكلمات نفس الترتيب تمعنوا دقيقة انظروا تكتبين مكتبة مكتب مكتوب كتاب كتاب كاتب كتبوا كتبت اذا نرى نفس الترتيب كاف تا با لنختار الاجابه نعم اذا جواب صحيح كل الاحترام لنتأكد تعكدنا من خلال الترتيب في جميع الكلمات كاف تا با الان يوجد لدينا سؤال اخر ومجموعة كلمات اخرى اقرؤوا الكلمات لوحدكم الان اديكم الكلمة مصنع صنعت صنع تصنعين مصنوع صانع وصنعوا سؤال هل يوجد لهذه الكلمات احرف مشتركة هيا نعود وتمعنوا جيدا في الكلمات هل يوجد احرف مشتركة بحسب رأيي وكما ترون نعم هيا نختار الاجابه نعم يوجد احرف مشتركة نعم جواب صحيح هيا نتأكد معا يوجد الثلاثة احرف صاد نون عين في في جميع هذه الكلمات في صنعت في مصنع صانع صناع مصنوع صنعوا وتصنعين جميع هذه الكلمات تحتوي على الحرف صاد على الحرف نون وعلى الحرف عين الان سؤال اخر ننتقل الى السؤال التالي ما هو الترتيب الصحيح لهذه الاحرف الاساسية فكروا وتمعنوا نون صاد عين ام صاد نون عين ام عين نون صاد ام عين صاد نون الاحرف متشابه جميع الاحرف هي نون وصاد وعين ولكن السؤال هو عن الترتيب الصحيح لننتبه معا هل لجميع الكلمات التي كانت هنا نفس الترتيب وما هو الترتيب الصحيح انظروا ماذا كان الحرف الاول صاد احسنتم ماذا كان الحرف الثاني نون احسنتم وماذا كان الحرف الثالث والاخير وهو الحرف عين احسنتم يا طلابي اذا نختار بالترتيب الصحيح صاد نون عين اخترنا اجابه صحيحه نتاكد معا صاد نون عين صنعت صاد نون عين في كلمه مصنع صاد نون عين في كلمه صانِ صاد نون عين في كلمه صناع ايضا في كلمه مصنوع وصنعه وتصنعين نفس ترتيب الاحرف صاد نون عين الان يا اصدقائي نجحنا في ايجاد حروف اساسية لمجموعات لمجموعتين من الكلمات كانت لدينا مجموع الاولى مجموعة كاف التأباء والمجموعة الثانية كانت عن مجموعة صاد نون عين هذه المجموعه اين نجحنا في ايجاد ثلاثة حروف اساسيه بنفس الترتيب لهذه المجموعة وكما ذكرنا سابقا ان المجموعة تحتوي على اسماء وعلى افعال ايضا اذا ماذا نعرف الى الان نعرف ان هذا هو الجذر وهذا هو موضوع درسنا اليوم الجذر هو عباره عن ثلاثة حروف اساسية حروف اساسية تتكرر في كل الكلمات من نفس العائلة لها نفس الترتيب في جميع الكلمات اذا اسمينا المجموعة عائلة الكلمات هذه العائلة تحتوي على كلمات من نفس الجذر كلمات من نفس الاصل كلمات لها نفس الاساس ما هو هذا الاساس قررنا معا انها عباره عن ثلاثة حروف اساسية اذا نعرف الى الان ان الجذر هو عباره عن هذه الثلاثة حروف الاساسية التي وصلنا لها عن طريق مجموعة الكلمات التي تحتوي على ايضا اسماء وايضا افعال اذا هيا نفكر هل نستطيع من خلال الثلاثة احرف فقط ان نكون مجموعة كبيرة من ايضا افعال وايضا اسماء كما رأينا اجل نستطيع في الجذر والمصدر او الاساس قاف تأباء كانت لدينا الكثير من الاسماء مثل مكتب مكتبة كانت لدينا افعال مثل كتبتي تكتبين كتبوا هذه افعال واسماء من نفس الجذر اذا هذه عائلة الجذر كاف تأباء وفي العائلة الثانية صاد نون عين كانت هناك تصنعين صنعت صنعت مصنع يوجد ايضا اسماء ويوجد ايضا افعال اذا نستطيع ان نعرف الى الان ان هذه الثلاثة حروف هي الاساس والمصدر لجميع الكلمات او للعائلة التي تنتمي الى نفس المصدر الان سوف نحل معا اسئله عن الجذر ونحاول معرفه الجواب الصحيح السؤال الاول يقول ما هو جذر هذه الكلمات احضرت لكم بعض الكلمات وقولوا لي الان فكروا ما هو الجذر اي ما هي الثلاثة حروف الاساسية وما هو الترتيب الصحيح لهذه الثلاثة حروف دارس مدروس دراسة درس مدرسه يوجد خمس كلمات منها فعل درس ومنها اسماء مثل مدروس دارس دراسه ومدرسه انظروا جيدا هل يوجد ثلاثة حروف اساسيه مشتركه بين جميع هذه الكلمات هي نرى دال يوجد دال في جميع الكلمات ناخذ كلمه الدارس مثلا لنبدأ بالكلمه الاولى دال موجوده في جميع الكلمات الحرف هيا نرى لا غير موجود الحرف في جميع الكلمات الحرف را اجل الحرف را موجود في دارس مدروس ودراسه ودرسه ومدرسه وفي النهاية الحرف سين هيا نرى هل حرف سين كان موجودا بالفعل في جميع الكلمات سين اذن سين في مدروس دارس دراسه ودرسه ومدرسه اذن ما هو جذر هذه الكلمات وما هو الترتيب الصحيح دال را سين هيا نختار الاجابه دال را سين اذن اجابه صحيحه لننتقل الى السؤال التالي اي من الكلمات التالية تابعة للجذر عين را فا الان يوجد لديكم جذر كيف نستطيع من خلال جذر معين ايجاد الكلمه التي تنتمي لها لنرى في جميع هذه الكلمات يوجد عين في جميعها يوجد را وفي جميعها يوجد فا رافع يوجد را ويوجد فا ويوجد عين مرفوع يوجد عين يوجد را يوجد فا معروف يوجد فروع يوجد الثلاثه احراف اذا ماذا من المهم ان نتذكر من المهم ان نعرف يا اصدقائي ان هذه الثلاثه حروف يجب ان تكون في نفس الترتيب اذا وجدنا الكلمه التي تحتوي على الترتيب عين اولا را ثانيا فا ثالثا سوف نعرف ان هذه الكلمة بالتحديد هي كلمه تابع للجذر عين را فا هيا نرى هل را فا يوجد في البداية عين را ثم فا لا اذا لا نريد هذه الاجابه هل كلمه مرفوع يوجد بها عين ثم را ثم فا لا اذا اجابه غير صحيحه هيا نرى كلمه معروف هل يوجد بها اولا الحرف عين يوجد عين يوجد را يوجد عين را هل بعدها يوجد في النهايه الحرف فا من الثلاث حروف الاساسيه معروف عين را فا اذا حسب رايي انها اجابه صحيحه وحسب رايكم ايضا هيا لنتأكد من اخر كلمه وبعدها نختار الاجابه الصحيحه الكلمه الرابعه كانت فروع يوجد عين في البدايه لا يوجد را لا يوجد فا لا 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 يوجد هذا الترتيب في كلمه فروع اذا لنختار الكلمه معروف عين صحيحه يا اصدقائي هيا ننتقل الان يوجد لدينا سؤال اخر ايضا جذر يجب ان نستخرج الجذر الصحيح من هذه الكلمات هيا نرى لدينا الكلمه معزوفته لدينا الكلمه عازفون لدينا لدينا الكلمه يعزف ولدينا الكلمه او الفعل تعازفين يوجد لدينا اسمان معزوفته معزوفته وعازفون ويوجد لدينا فعلان يعزف وتعزفين هيا نرى يوجد لدينا ثلاثه حروف اساسيه مشتركه بين جميع بين جميع هذه الكلمات الاسمان والفعلان هيا نرى هل يوجد حرف الميم خط الكلمه معزوفته ميم لا يوجد عين اجل يوجد الحرف الزاي هل يوجد حرف زاي في جميع الكلمات هيا نرى معزوفة عازفون يعزف تعازفين اجل اذا حرف العين موجود وحرف الزاي موجود هي نرى حرف الواو هل حرف الواو موجود في جميع الكلمات معزوفه موجود عازفون موجود يعزف غير موجود حرف الوا وتعزفين غير موجود اذا الى الان وجدنا الحرف عين والحرف زي هيا نرى الحرف ف الحرف ف في كلمه معزوفه يوجد عازفون يوجد يعزفوا ايضا وجد الحرف ف تعزفين ايضا يوجد الحرف ف اذا الى الان حصلت على ثلاثة حروف الحرف عين الحرف زي والحرف ف عين زي ف هيا نختار بين الاجابات هل يوجد هذا الترتيب بالتحديد عين زي فا بين الاجابات اجل يوجد الاجابه الثانيه عين زي فا هيا نختار الاجابه الصحيحه اجابه صحيحه الان يوجد لدي ملاحظه لكم يا اصدقائي كما تحدثنا سابقا ان الجذر موجود بالاسماء والافعال وبالاسماء تحديدا من المهم ان ننظر الى الكلمه ونلغي الاحرف الزائده من الكلمات مثل التاء المربوطه او الالف بحسب الاوزان ولكن يوجد لدي الكثير من الافعال ويوجد لديها ازمنه كثيره ويوجد الكثير من الضمائر كيف استطيع من الفعل ان اصل الى الجذر وهو الثلاثه حروف اساسيه هيا نعرف في الاساس نستطيع ان نعرف الجذر في معظم الافعال بارجاع الفعل الى الماضي هو هو بالماضي اخذت مثلا الفعل يدرسون الفعل يدرسون هو فعل بالمضارع في الزمن الحاضر يدرسون الان مع هم هم يدرسون الان لكي استطيع ايجاد الجذر والاحرف الثلاثه الاساسيه سوف انتقل وارجع الفعل الى درسه هو بالماضي هو درسه في الزمن الماضي اذا يوجد لدي ثلاثه حروف صحيح دال را سين وهذا في الفعل هو الجذر دال را سين هيا ناخذ مثال اخر مثال الفعل يكتبون يكتبون او كتبوا حتى كتبوا هو بالزمن الماضي يكتبون الان ارجعوا الفعل الى هو بالماضي هو بالماضي كتبه كتبه اذا لدي جذر كاف تاباء هيا نرى الفعل تعزفين انتي تعزفين الان في الزمن الحاضر ارجعي الى هو بالماضي هو بالماضي ارجعوها يا اصدقائي عزف اذا لدي ثلاثه حروف عين زي فهق احسنتم قد كنتم رائعين الان سوف اعطيكم مهمتان مهمتكم الاولى هي ان تكونوا اكبر عدد من الكلمات للجذور وصنفوها لأسماء وافعال ايضا الجذر الاول هو عين ميم لام الجذر الثاني هو لام ميم عين انظروا يوجد لدي ثلاثة حروف جذران لديهم احرف متشابهة ولكن كل جذر من الجذور له ترتيب معين عين ميم لام ثم لام ميم ميم ان ولدي ايضا الجذر سين ميم عين ولدي في النهاية الجذر كاف سين رو الان هذه المجموعة الاولى وهذه المهمة الاولى ماذا سوف تفعلون يا اصدقائي سوف تحضرون ورقة وتحضرون الالوان والمعدات الكتابية وتبدأ بكتابه جذر جذر من الجذور التاليه وكل جذر ان تحاولوا كتابه قدر المستطاع كلمات من نفس الجذر بنفس الترتيب وبنفس ترتيب الاحرف عين ميم لام ام لام ميم عين عين ميم عين ام سين ميم عين او كاف سين رو ومن المهم ماذا نفعل في المرحله التاليه تصنيف هذه الكلمات ومجموعة الكلمات او عائلة الكلمات التي تنتمي الى نفس الجذر الى قسمين اسماء و افعال الان يوجد لديكم مهمه ثانيه المهمه الثانيه هي ان تحاولوا استخراج الجذر الاساسي من جميع هذه الكلمات من كلمه مكاتب ممثلون حاسوب مكسور ومعلومات هذه الكلمات تنتمي الى جذور معينه حاولوا استخراج الجذر اريد ان اعطيكم مهمه اخرى ايضا بعد ان تستخرجوا الجذر حاولوا ايجاد ايضا مجموعة كلمات التي تنتمي الى نفس الجذر هذه مهمه اوله ومهمه ثانيه لديكم مهمتان الان التي تستطيعون من خلالها التمرين والتدرب اكثر على موضوع الجذر الان يا اعزائي نحن وصلنا الى نهاية الدرس درسنا اليوم تحدث عن الجذر الجذر كما قلنا هو الاساس والمصدر لجميع الكلمات وفي الاساس هو مصدر الشجرة ومن هنا اخذنا الكلمه الجذر ونسبناها الى اللغه العربية فباللغه العربية يوجد الحروف وهي اساس ومصدر جميع الكلمات وقم كما قلنا سابقا انه من الكلمات نستطيع الحصول على جمل وعلى نصوص وعلى قصص اذا الجذر هو الاساس والمصدر وذكرنا من خلال اللعبه وعرفنا ان الجذر هو عباره عن ثلاثه حروف اساسيه تتبع او يتبعها الكثير من الكلمات التي تنتمي الى نفس العائله هذه الثلاثه حروف من خلالها نستطيع تكوين كلمات كثيره منها اسماء ومنها افعال اذا الشرط الثاني كان غير انها ثلاثه حروف ان تكون هذه الثلاثه حروف في جميع الكلمات في الاسماء وفي الافعال في نفس الترتيب وان لا نحاول تغيير ترتيب هذه الاحرف لان تغيير الاحرف سيؤدي الى تغيير المعنى في الكلمات وبهذا نختتم درسنا ويمكنكم الان التضرب على الجذر وعلى استخراج الجذر وتكوين كلمات من خلال هذه المهمه الان يا اصدقائي الى اللقاء في درسنا القادم واتمنى ان تكونوا قد استمتعتم كثيرا في هذا الدرس واستفدتم الى اللقاء يا اصدقائي